إذا متبعنا كرام عودة لموضوع مجلس الأمن الأمم المتحدة قضية الصحراء المغربية لي في حقيقة الأمر أصبح منها المزعج أنا لا ما زال كنسمعه واحد الملف وهو الملف دي القضية الصحراء المغربية ما زال كاين في الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا اللجنة الرابعة ولا غيرها من هذه الأمور مع العلم على أن هذا الملف وصل لنهايته هذا الملف وصل لنهايته العدو إن هزم أمامنا عسكريا ديبلوماسيا وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى مجموعة من الملفات الأخرى وبالتالي هذا الملف ما بقاش خاصه يبقى في الأمم المتحدة فهذا الفيديو متابعنا الكرام غدا نعطيكم أحد الرأي ديلي فيما يتعلق بمستقبل هذا الملف وماذا سوف يحدث بعد الجلسة الجديدة دي المجلس الأمن والقرار الجديد دي المجلس الأمن وما سوف يقوم به المغرب بناء على تحليل الأمور بناء على تحليل المعطيات والأمور ما غدا نقول لكم أنا عندي معلومات مؤكدة ومصادر مؤكدة ولكن غدا نعطيكم فقط تحليل لما سوف يحدث أو قد يحدث مستقبلا أو مقد ما يفعله المغرب في القريب العاجل ففي 30 أكتوبر سيكون القرار دي المجلس الأمن ستصوت عليه وكما شاهدنا من خلال المسودة القرار في صالح المغرب 100% بل ما يريده المغرب بأكمله تقريبا محطوط في القرار أو المسودة دي القرار اللي ستصوت عليه في 30 أكتوبر كما العادة هرعت مرتزقة البوليزاريو إلى التنديد وبعد تصويت على القرار في الغالب سيخرج نظام حضرات الجزائر عن طريق وزارة الخارجية ديالو باش إندد بهذا القرار لأنه ليس في صالحهم بأي شكل من الأشكال سؤال المطروح وش مستقبلا كل سنة غادي ستقاعد نصف الفيلم ونصف الموضوع غادي بدي تعاود وما زال غادي بقون سمع الملف دي الصحراء المغربية في الأرويق هذه الأمم المتحدة واللجنة الرابعة وما إلى هنا لكم هذه الأمور أنا أعتقد حسب رأيي على أن المغرب غادي تهننا سمعون زيان غادي تهننا وغادي ستلملف دي المنطقة العازلة وديال المغربية تصحراء في الأمم المتحدة في اللجنة الرابعة تحديدا وفي مجلس الأمن قبل تنظيم كأس العالم 2030 قبل تنظيم كأس العالم 2030 المغرب غادي سالي هذا الملف وغادي حيد الملف من الأمم المتحدة وغادي حيد المنطقة العازلة قبل كأس العالم 2030 وأنا أتوقع أن هذه الخطوات غادي تبدأ من بعد القرار لغادي خروج 30 أكتوبر من بعد القرار لغادي خروج 30 أكتوبر المغرب غادي بداية تحركات على أعلى المستويات أولا باش يطردوا المرتزقة البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي تفعيل الحلف الإفريقي باش أنهم يصوتوا ويطردوا مرتزقة البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي أولا ثانيا إنهاء المنطقة العازلة على الأقل الجنوب دي المنطقة العازلة وإن كانت هي مفيدة في المسألة العسكرية والدفاع العسكري والستراتيجية العسكرية نتحدث عن منطقة العازلة ولكن جنوب المنطقة العازلة لا أبقى عند هذا شيء دور لأنها جت في منطقة حدوديية مع موريطانيا وموريطانيا قسط ضبط الحدولت فأنا أتوقع أنه بعد هذا القرار جنوب المنطقة العازلة يستخد are going to phases ويمكن أن المنطقة العازلة كلها أنت تستخد بما في ذلك شمال منطقة العازلة اللي كانت تحطوه على جوان المحبس هو المناطق الحدودية مع حضارات الجزائر هذا من جهة مجهة أخرى سيتم العمل على إزالة الملف ديال الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة ومن مجلس الأمن ومن التقارير السنوية ديال الأمم المتحدة أو الأمين العام للأمم المتحدة لأن هذا الملف انتهى بحكم الواقع انتهى مكن لاش كل سنة أمم المتحدة قد تعاود نفس الخطاب نفس الهدرة والأخرين قد بدأو يخرجي ندو والأخرين قد بدأو يخرجي يقول لك الأمم المتحدة سنحاسل المغرب مجلس الأمن ينحاسل المغرب وبقدروا يتلقوا في هذه الاتهامات الواهية وطبعها للحال مجلس الأمن والأمم المتحدة ما وصلوا لهذا القناعة أو ما وصلوا لهذا السيغة الآن اللي كتبوها في القرارات دياله إلا وأنهم شافوا عينوا عارفوا وتأكدوا بأنه من المستحيل كيف تكون هناك دولة مرتزقات البوليوزاريو بل أكثر من ذلك رأيت في هذا الفيديو منفصل تكلمنا على التقرير الأميل عن الأمم المتحدة كيف أن الأمم المتحدة في تندوف مخيمة الضلور على تندوف تقديرهم مشاريع تجارية تقديرهم شبكة توزيع المياه ما معناه هذه رسالة خطيرة على أن مرتزقات البوليوزاريو سيبقى في تندوف إلى ما لا نهاية أو إلى النهاية وإلى نهاية هذا التنظيم وإلى نهاية نظام حضارة الجزائي سيبقى في مخيمة الضلور على تندوف الأمم المتحدة تقول هذا رأي الأمم المتحدة فاذا تقول لك أن المفوضية تدل لهم مشاريع تجارية وشبكة توزيع المياه وزراعة ومعناه هذا معناه بأن البوليوزاريو سيبقى في مخيمة الضلور على تندوف فعلى الواقع المغرب أخذ الصحراء على الواقع المغرب يمارس سيادته على صحراء والواقع كذلك يقول على أن مرتزقة البوليوزاريو داروا دولتهم في مخيمة تندوف بعيداً عن الهرطة نظام حضارة الجزائي نحن دولة سيادية والواقع والواقع فعلياً يمارسون سيادتهم في مخيمة تندوف بما في ذلك المسألة العرقلات المينورسو التي يخرج من تندوف والتي بطبيعة الحال جاءت في تقرية الأمين العام والمينورسو وتقول على أن مرتزقة البوليوزاريو يعرقلون المهمة المينورسو وهذه من بين الأمور لأن مرتزقة البوليوزاريو يصعرون عليها ونظام حضارات الجزائر في تقرية الأمين العام والمينورسو يتهمون مرتزقة البوليوزاريو مباشرةً بعرقلات مهمة المينورسو فهذه بعض الأمور التي توقع أنها ستوقع من بعد القرار الجاني كما قلنا ترضى مرتزقة البوليوزاريو من الاتحاد الإفريقي هذا الملف قدام عليه منذ مدة طويلة منذ عودتنا للاتحاد الإفريقي 2016 ونحن قدام على هذا الملف آنى الآوان بشأنه يتطبق وآنى الآوان أن المنطقة العازلة تحيد على الأقل جانب المنطقة العازلة لأن الشمال قدرون مازال نحتاجها ثم العمل على إخراج الملف من الأمم المتحدة بشكل نهائي وأنا أتوقع أن هذه الخطوات تبدأ من بعد 30 أكتوبر هذا الشهر سوف تكون بحكم المنتهية قبل تنظيم كأس العالم 2030 لأننا سوف نريد أن ندخل إلى التنظيم كأس العالم 2030 بدون مشاكل وزمال كحياة البوليوزاريو لأن هذه المسألة ستكون منتهية فهذا هو تحليل متابعنا لما سوف يحدث سوف ندخل إلى حال يخرج قرارة مجلس الأمن الجديد سوف نرى الإدانة المرتزقة البوليوزاريو وإدانة نظام حضارة الجزائر عبر وزارة خارجياتها سوف يتساهم الأمم المتحدة أنها منحازة للمغرب ثم كما ذكرت المغرب سوف يبدأ العمل على تحييد المنطقة العازلة قرارة مرتزقة البوليوزاريو المتحدة الإفريقي إن نزع هذا الملف من الأمم المتحدة من اللجنة الرابعة لأنه على الواقع المغرب يمارس سيادته على صحرائه كان هناك منتخابين كانت تنتخب الساكنة الأقلية الجنوبية كانت تنتخب الساكنة وبالتالي هذا شكل من أشكال تقريب المصير الذي يمارس حسب القوانين للأمم المتحدة والقانون الدولي هذا قرارة ما في تندوف لا يستقبلوا في مطار طبيعة الحال نضام حضرات الجزائر انقلب الساحل على الساحل انقلبت عليهم الآية وبالتالي بوليوزاريو بقى عندهم يصرفوا عليهم يدخلوا في الحرب وطبيعة الحال المستقبل إذا كنا نرى ملف سيكون ملف متابعنا الكلام في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر